الحديث الرابع عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى رواه البخاري في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه وكافر اليتيم وهو المربي له القائم بأمره وله بمعنى أن يكون من قرابته أو لغيره بأن يكون أجنبيا بأنه في الجنة مصاحبا له لعظم أجره عند الله تعالى وأشار مالك وهو إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور أشار في تلك الرواية تفسيرا للحديث بالسبابة والوسطى والسبابة هي التي بين الوسطى والإبهام وفعل ذلك ليوضح كلمات الحديث وفي الحديث الحث على الإحسان إلى اليتامى وكفالتهم وكفالة اليتيم ليس الإنفاق فحسب وإنما تكون بالتربية والرعاية والتعليم في بيته مع عائلته وأفراد أسرته